اهلا بكم مجددا انعقد بالرباط مجلس للحكومة تمت خلاله المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بمنع استيراض الشباك والبلاستيك المستعمل وبوقف استفاء رسم الاستيراض المطبق على العدسة وقد اثار هذا الامر جدلا حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الاعمال برئاسة السيد عبدالله بن كيرانة لمناقشة هذا الموضوع معنا في الستوديو الأستاذ محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بطنجة مساء الخير أستاذ الكريم مساء النور سيدي حتى نقرب الصورة ونبسط الصورة للمشاهدين كثيرا هذه الايام نسمع عن حكومة تصريف الاعمال ما الذي نعنيه بحكومة تصريف الاعمال حكومة تصريف الاعمال هناك صورتين لحكومة تصريف الاعمال في الدستور الحالي هذا الوضع لم يكن في الدستور المغربية السابقة إذن وتطرح في الدستور الحالي الدستور 2011 والحالة الأولى هو أن تنتهي الولاية التشريعية لمجلس النواب وانتخاب مجلس النواب جديد وتعين رئيس حكومة جديد إذن في هذه الحالة الحكومة المنتهية ولايتها مهمها تبقى هي مهام تصريف الاعمال ثم الحالة الثانية وهي أن يعين جلالة الملك رئيس الحكومة في انتظار تنصيبها من قبل مجلس النواب ففي هذه الحالة تعتبر حكومة تصريف اعمال إذن هناك حالتين الحالة الأولى الحكومة المنتهية ولايتها والحالة الثانية وهي الحكومة التي يعينها جلالة الملك بعد أن تعين رئيس الحكومة وتعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة في انتظار تنصيب هذه الحكومة نهائيا من قبل مجلس النواب فإن هذه الحكومة تعتبر كذلك حكومة تصريف أعمال إذن فهذه الحالة هي حالة مستجدة بالنسبة للدستور المغربي سيما الحالة الأولى لأن الحالة الثانية كانت موجودة منذ دستور 92 الحالة الثانية بمعنى تعيين جلالة المالك في انتظار تنصيب البرلماني إذن تبقى تسمى تصريف أعمال ولكن في الوضع الحالي زادت هذه الحالة الحالة المتعلقة بحكومة تصريف الأعمال منتهيت ولايتها طيب ما هي اختصاصات هذه الحكومة هنا في هذا الجانب هذا جلل فصل 87 من الدستور وحول ما أمكن أنه يضبط هذه الوضعية فبتالي أحالة على قانون تنظيمي هذا القانون تنظيمي المتعلق بتدبير وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها هذا القانون التنظيمي صادر في مارس 2015 حاول ما أمكن أنه يضبط ما هي الحكومة تصريف الأعمال هنا أذكر جوش ديال الحالات خاصة المدى 37 من هذا القانون التنظيمي 13-25 ماذا فيه؟ في الحالة الأولى ضبطنا ما هي الإمكانات التي ستعمل هذه الحكومة والحالة الثانية ما هي الحاجات التي لا يمكن أن تعملهم الحالة الأولى أنها تصدر جميع المراسيم والقرارات والمقرارات الإدارية لغاية ماذا؟ لغاية ضمان استمرارية مرافق الدولة إذن نحن نعرف أنه يكون هناك مبدأ ويقول أن الدولة تخشى الفراغ ومبدأ أساسي بالنسبة للمرافق العمومية للدولة هو مبدأ الاستمرارية إذن عند هذه الحكومة كخصة عند الإمكانية تصدر جميع القرارات أو المراسم والمقرارات الإدارية اللي ممكن تضبط أو تضمن استمرارية هذه المرافق ولكن في الجانب الثاني ممنوع عليها تصدر بعض القرارات إذن عندنا الأولى أنها تضمن هذه القرارات تكون ذات صبغة استعجالية هذا الفرق بينهم وأن في الأولى هذه المقرارات هذا المراسم والقرارات والمقرارات الإدارية كيف يكونوا؟ يكونوا ليس غير ضرورة ضد طبيعة استعجالية يكونوا أنه لا ترهنش لا ترهنش الحكومة المقبلة بشكل مستمر ودائم إذن ممكن أنك تتخذ مجمعا من القرارات كحكومة تصريف أعمال ولكن هذه القرارات اللي غادي تتخذها مخصاش أنها ترهن الحكومة المقبلة بشكل دائم ومستمر ولكن وفي شق تاني أنها يمكن تتخذ بعض المقرارات لذات طبع استعجالي هنا كي نجوش ديال حاجات كي اللي هي عادية لأنه ما عنداش دات طبع استعجالي لأنها كخصة تضمن استمرارية الدولة ومرافق الدولة والشق التاني هو أنها تكون هناك ضرورة ضرورة في تلك الدخل ثم الشق التاني لأن الحكومة ممكن لاش تصدر فيه قررت وهي مشاريع القوانين لأننا كنا عرفوا مشاريع القوانين وكتدخل في اختصاصات الحكومة وكي يكون عندها أثار تشريعي ثم المراسيم التنظيمية لأنها كذلك عندها تكميل الجانب القانوني ما عنداش الحق أنها تصدرون في خلال هذا وكذلك ما عنداش الحق أنها تتعين في المراسيم العليا هدو جاءت المدى سبع وثلاثة من القانون التنظيمي ديال المنظم لأعمال الحكومة لأشغال الحكومة منع الحكومة تصريف الأعمال من القيام بهدو بتلاتة بتحديد اليوم كما قلت في تصدير فقرة ضيف اليوم يعني الحكومة صادقت على مرسومين يتعلقان بمنع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل وبوقف استفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس هنا أثير جدل قانوني ما بين مؤيد ومعارض كيف تابعتم هذا الجدل؟ بالفعل هو صراحة أن هل تنطبق علي هذا الشروطة التي تفضل تابعا؟ إذن هنا الحل الأولى الأمر الذي يجب أن ننويها به وهو أن هذه الأوضاع على الأقل أنها أعطت إمكانيات للشهاد والقراءة والتتبع لأنه نقبل هذا الأمر كان مقتصر فقط على الخبراء وعلى رجال القانون الآن على الأقل أن هذه الأوضاع بدأت تتير رأي العام والرأي العام يتبعها فبتالي هناك الشهاد وهناك قراءة فقهية وتأويل النصوص القانونية والدستورية بصفة عامة فيما يخص بالنسبة لهذا المراسم إذن وإذا تطبقناها على الفصل أو المادة 37 من القانون التنظيمي أنها لا تندرج لا ضمن المراسم لا ضمن مشاريع القوانين وما تندرج ضمن المراسم التنظيمية فبتالي وما تندرج ضمن الحل اللي قلنا ديال التعيين في المناصب العليا شنو هو عنده طبع استعجالي بالنسبة للعداس لأن المرسوم المتعلق باستيراد العداس شو كان عرفه الوضعية الحالية لأسعار التفاعة فبتالي هو ما تندرج في الحالة التانية ديالمنع ولكن كتندرج ممكن أننا على صفرات ولكن بالنسبة للمرسوم منع استيراد شي باكور بلاستيك يقال بأنه له كل فمالية ترهن الحكومة المقبلة نعم لا مشي بدك الدرجة لأننا نحن قلنا القرارات التي لا يمكن للحكومة أن تقوم بإصدارها في هذه الفترة هي التي ترهن الحكومة المقبلة بشكل مستمر ودائم ولكن بالنسبة لهذا النوع من المرسوم كيمكن أن الحكومة المقبلة هذه اللي أنها تصداب بشكل دوري مشي بشكل أبادي المرحلة الحالية تقتضي هذا الإجراء ممكن انتخاذه في المرحلة المقبلة بعد تعيين الحكومة المقبلة يمكن أن تصدرها مرسوم آخر لأنه بحل اللي قلت هو ذو طبيعة آنية مشي غادي يكون عند ذلك الأثر دائم ومستمر في نفس الإطار في نفس الناس القانوني وجهت انتقادات لرئيس الحكومة المعين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه يتصرف كرئيس حكومة فعلي وليس رئيس حكومة تصريف الأعمال هل بالنسبة إليكم الأمر كذلك؟ وربما أنه وإذا لاحظنا في التطور الدستوري ديال المغرب أنه في كل مرة نحاولون نجاوبه على إشكالات كتوقعنا هذه الإشكال ديال حكومة تصريف الأعمال وقعت في الحالة وكان وقع واحد نقاش في الوضعية الانتقالية ما بين تعيين الملكي وما بين التنصيب البرلماني ما هو الوضعية ديال هذه الوزراء وما ممكن أنهم يمرسوا الاختصاصات ديالهم بشكل فعلي كوزراء كانت تترى هذا النقاش جاء الدستوريال 2011 هذا الجاوب عليها اسمها حكومة تصريف أعمال وبالتالي حدد للنطاق ديال التدخل والنطاق لم يمكن لاش يتدخل فيه إذا الوضعية الحالية هو أنه لحد الآن ما نقشناش واحد الوضعية وهي وضعية رئيس الحكومة لأن رئيس الحكومة يعينه قبل تعيين باقي أعضاء الحكومة إذا هو صدر ظاهر ديال التعيين ديال رئيس الحكومة إذا شو الوضعية دياله وش هو رئيس حكومة فعلي أو رئيس حكومة تصريف أعمال لأن لو كان هو رئيس حكومة تصريف الأعمال ما ديحتش نظاهر لأن باقي الوزارة أعضاء الحكومة عنده منفص الوضعية دياله وغادي يكون ولكن هو في الحالة الحالية شو هو عنده هو عنده ظاهير تعيين كرئيس حكومة ولكن بقي ما عندوش التنصيب ديال البرلمان إذا هذه الحالة ما جاوبش عليها لا الدستور ولا القانون التنظيمي المتعلق بتدبير وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ولكن في الإطار بشكل عام إلى غاية لأنه كان ندرجها فيه كان ندرجها كان ندرجها في الوضعية التانية الوضعية التانية هي أنه عين من قبل جلالة المالك وينتظر تنصيب البرلماني من قبل مجلس النوا فبثالي هو يندرج ضمن تصريف الأعمال وليس رئيس حكومة كامل التعين الأستاذ محمد العمراني بو خبزة أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بطنجة شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات شكرا باذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من قناة ميديان تيفي بطنجة شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة